وارجعنا لكم بعض الفاصل والنهاردة عنوان حلقاتنا ويكاب اندونت ميكاب عايزين نسحم النوم عاملين ميكاب معي النهاردة دفت اللي منوراني أستاذة إيمان كميل صاحبة براند واوفراو خبرت التجميل أهلا بيكو سلامين أهلا بيكو سلامين نورتيني النهاردة سلامين تكلميني بقى عن الاختراع اللي انت عاملين ويكاب اندونت ميكاب هو الحقيقة مشي اختراع هو ترند موجود في العالم كله دلوقتي بس ما كانش منتشر فماسه ما كانش منتشر فعلا هو كان زمان معروف بطريقة لا متد أو بطريقة محدودة جدا بانه هو تاتو دلوقتي من حوالي سنتين أو ثلاثة تقريبا ابتدى يحصل نوع من أنواع التطور في التكنيج بتاع التاتو بحيث انه هو تلافى كل عيوب التاتو بتاعة زمان فبقى في حاجة اسمها بيرمنت ميكاب أو الماكياج الدائم أو الشبه الدائم سيمي بيرمنت ميكاب احنا بنقول ان ده هو الصوفت تكنيك بتاع التاتو فهو مش فيه مشاكل التاتو يعني التاتو مشاكله زمان ان هو كان بيدخل عميق قوي جوه الجلد بيسيب علامات بعد ما بيجي يروح كانت المواد اللي بتتكون منها الخامات بتاعة التاتو نفسها عبارة عن مواد فيها كتير نسبة رصاص وحاجات مواد تدر الجسم على المدى البعيد بتدر الجسم طبعا على المدى البعيد بتدر الجسم فالترند الحديث دلوقتي واللي طالح في كل العالم واللي الناس في مصر ما عندهاش awareness بيه أو ما عندهاش خلفية عنه اللي هو ان فيه صوفت تكنيك من التاتو اسمه بيرمنت ميكاب بيتعامل بقلم رفيع كده فيه نيدل أو إبرة صغيرة جدا ما بتخترقش الجلد حتى لو يعني حتى لو حبينا تخترق هي ما بتخترقش أكثر من الطبع الأولى والتانية بس لأنها ضعيفة قوي الإبرة دي بنعمل بيها الميكاب بتاعنا بيثبت معنا مدة قدقية أفرج بقى كل منطقة غير التانية يعني مثلا الشفايف بتثبت من سنة لسنتين حلوة أفرج يعني أنا بقى عاملة روج كده لمدة سنة بالضبط أه تبقى عاملة روج باللون اللي هي عايزة أختار كمان اللون وبتختاري كل الألوان كل الألوان موجودة كمان ما فيش حاجة تمنعك بعد كده أنتي تحطي روج مثلا عايزة تجددي اللون عايزة حط روج مثلا لون تاني وبعمل ريفل بعدها وبتعملي ريفل طبعا بعدها كل شغلنا علشان مش تتوم فما بيتعملش على مرة واحدة لأنه بيبقاش عميق بيبقى سطحي فكتير منه في الجلسة الأولى بيتأشر وبيروح ونقدر نعدل عليه نيجي في الريتوتش أو في الإعادة جلسة تانية بعدها بشهر بنحط بنزود اللون تاني عشان يزبط معنا المدة اللي قلنا عليها يعني ريفل مرة واحدة بالزبط وبعد كده بقعد سنة أو اثنين مش حتى روز بالزبط واي لينر واي لينر كمان بنعمله بنعمل اي لينر وبنعمل شفايف وبنعمل حواجب طبعا حواجب مايكرو بلايدنج أو تكنيك برضو حديث برضو الناس ما عنداش أورنس بيه اللي هو الباودر تكنيك اللي هو شادو اللي هو لو حد بيحب اللوك بتاعنا يحط بودرة الحواجب دي بتدي شكل حلوة قوي من غير ما نرسم شعرات بتدي لك ننتي حط بودر على الحواجب وبرضو فيري ناتيرل فهما اثنين تكنيك للحواجب وممكن نميكس ما بينهم أو نجمع ما بينهم وتكنيك للشفايف اللي هو بيعمل تحديد للكونتور بتاع الشفايف مع كمان الشفايف نفسها والاي لينر طبعا زي ما بتحب ترسميه سواء جوة العين أو على العين نفس اي رسمة انت يحب انا اللي بختار برضو الرسمة اه هي بترسم لك يعني انا بختار شكل الميكاب وانت بتعمله لي بالزبط في حاجة مهمة بقى ده بيمنع الودوق يعني احط الوج طبعا ما بيمنعش الودوق تاني هو برضو مش تتوب فبالتالي هو سطحي فبيروح الحاجة التانية هو مش فوق الجلد عشان يمنع الودوق هو تحت الجلد هو تحت طبقة اولى من الجلد فبالتالي انت شايفة لانه الطبقة دي طبقة رؤيا جدا فانت بتشوفيه من تحتها لكن القشرة الخارجية دي مش موجودة لانه لو موجود كان زمنه تمسح وراح يعني اعمل الميكاب ده واتوضع علي اه عايدي خالص لانه تحت الجلد ستسأل السؤال ده اكيد بالزبط بالزبط تبقى تحت الطبقة الاولى من الجلد ستسأل السور موجودة على الشاشة دي الحواجب والأيلينر بالزبط اه اوكي ده كده ممكن قاعد به سنتين برضه اه ده أي لينر برضه ده ايلينر الريفال بقى بالنسبة للعيون الريفال برضه بالنسبة للعيون بيبقى بعديها بشهر والشفاف بعديها بشهر والحواجب برضه من شهر لشهر ونص اوكي جدا كل شهر ما فيش حاجة مرة واحدة لا احنا زي ما قلت لك عشان احنا صف تكنيك فلازم نعيدي على الحاجة مرتين عشان كل بنات فكرتوا بيسألوني شكلهم كلهم لا ما فيش هو بيبقى دايما على مرتين علشان خاطر الجلد يزبط معنا الدرجة وفي نفس الوقت ما ندخلش ديب أو عميق لجوه البشر كارل مين يبقى على البيبي جلو البيبي جلو هو تريتمانت برضو حديثة جدا الناس كتير اوي في مصر برضو عندها خلط ما بين هم برة في اوروبا مسميينه بس هو ده اسم مجازي تعبير مجازي ما هواش هو سيرم اسمه بيبي جلو شركة بيبي جلو دي شركة كورية معروفة جدا من الشركات الرائدة في العالم اخترعت حاجة اسمها بيبي جلو سيرم ده في اغلب انواع الفايتامينز والكولوجين والحاجات اللي بتحتاجها البشرة بالضبط هو مفيد للبشرة جدا ده علاجي بيعمل نضارة للبشرة بس عشان التأثير بتاعه حلو فالناس بتقول عليه بيرمنانت ميكاب او بيرمنانت فاونديشن هو مش فاونديشن خالص فهو تأثيره بيقعد معاكي لحد ست شهور كل بشرة حسب بقى كل بشرة فيها كم تصبغات قد ايه بتحتاج من من جلسة اتنين تلاتة اربعة حسب الكم التصبغات اللي في البشرة دي هو بيعالج التصبغات ولا كزا لون يعني لو واحدة بيد او واحدة خامرية كل الالوان موجودة بالتونز بتاعت البشرة كل التونز بتاعت البشرة موجودة بنعمل الساشن دي بالدرما بن مش بحقن ولا نيدل ولا حاجة بالدرما بن حاجة اسمها نانو نيدل المخصوصة للدرما بن بنحطها ودي اللي بنحاول ان احنا ندخلها جوه البشرة بحيث ان البشرة تستفيد منها كأنه كرام او حاجة زي كده النتاج بتاعته بتحتاج شوية صبر ان احنا نشوفها بعد مثلا 14 يوم نبتدي نشوف بشرة اقل تصبغات واكتر نظار الحاجات دي طبعا مؤكمة عشان الريفيل والحاجات دي لازم كلها بتتعاكم عشان الناس بس تكون عارفة ان هي هو الحقيقة النيدلز اللي حين نستخدمها كلها يعني تتفتح قدام العميلة وبعد تتحط في الباكتج بتاعتها وتتريمي في الزبالة فما فيش حد ينفع يستخدم نفس النيدل مرة تانية حتى لو نفس العميلة ما نقدرش نستخدم لها نفس النيدل لان اراد بعد ما تفتحت ما بتكونش استراليز يعني الريفيل في واحدة تانية دي دا بنفتحها طبعا لازم وده بتشوفوا العميلة قبل ما بتبدأ لازم تشوف النيدل بتاعتها بتتفتح سواء في البرمت ميكب او في حتى البيبي جلو او اي حاجة بتتعامل عندنا في السنتر لان دي كرسة يعني احنا شخصين بنخاف على نفسنا يعني البيبي جلو بيوعد قد ايه بقى الجلسة بتاعتها المدة الجلسة حوالي 40 دي بعد كده العميلة ما بنقدرش نجيب مياه ولا صابون على البشرة لمدة 24 ساعة استقزينك بس في قدين معلش هنطلع فاصل ونرجع تاني ونكمل معاكم نطلع فاصل ونرجع تاني ومكملين مع استاذ ايمان كامال صاحبة براند عايزين بقى نعرف ايه اللي موجود عندك ومش موجود في اي مكان تاني ايه الاستغلاف احنا السنتر عندنا بيقدم كل خدمات البرمنانت ميكب في بعض الخدمات من الخدمات البرمنانت ميكب مش بس ميكب يعني مش بس ميكيج مش بس شفيف وعيون وحواجب في حاجات بتبقى مختلفة ولازم يبقى في حد اللي بيقدمها يكون سيرتيفايد فيها او مرخص بدا احنا السنتر بتاعنا بيقدم حاجات مميزة مختلفة يعني بنقدم الهير سكالب بيجمنتيشن ده اللي هو تخطيط فراغات الشعر للناس اللي بتعيني من الشعر الخفيف والصالع والحاجات دي بتعرفين زي ده بنعملها بنفس طريقة البرمنانت ميكب برضو ده تكنيك موجودة برا ومش موجودة ومش منتشرة في مصر ولازم تكون البروفاشنال اللي بتقدمها لازم تكون عندها يعني درسة ده سيرتيفايد من اكاديميات برا ان هم بتعمل ده ده موضوع لتخطيط فراغات الشعر فيه كمان حاجة اسمها الكاموفلاج الكاموفلاج ده الكاموفلاج مايكرو بيجمنتيشن او هو تخطيط يعني لحاجات كتيرة جدا بلون الجلد بألوان الجلد المختلفة بتونز الجلد المختلفة فالتخطيط دي احنا عندنا تخطيط عمليات جراحية تخطيط تخطيط لو حد عنده مشكلة حرقة او حاجة بالزبط تخطيط حروق بالزبط تخطيط بدريها على طول ولا برضو صنع او اتنين لا هي بدريها الكاموفلاج بالذات بيعد اكتر وقت ممكن يعني بيعد ممكن تلات او اربع سنين حالي وبعد كده تحتاج تعمل ريتوتش او تعمل ريفل تاني بحيث ان هي يعني تزود درجة اللون لما يكون منه شوية راح فدي من التكنيكس برضو اللي مش اي حد بيعملها هي تعتبر ميديكال تكنيك اصلا لان انتي بتخبي مشاكل في البشرة زي ما قلتلك السكارز بتاعة عاميات الجراحية زي البهاء المرضى بتوع مش بيعالج هو بيغطي مش بيعالج فالبهاء مثلا بيبقى فيه مشاكل في التصبغات بتاعة الجلد فاحنا بنقدر نغطي التصبغات دي بلون الجلد بحيث ان هو ما يبنش فالكاموفلاج برضو تريتمنت بيتحتاج صبر شوية ان احنا نعمل كذا جلسة عشان خاطر نوصل للتون بالزبط بتاع البشرة ما يبقاش فيه فروق في التون ومن الحاجات المطلوبة جدا لناس كتير قوي بتحل مشاكل كتير قوي لناس عندها مشاكل مش بتتحلي يعني بالطب العادي يعني دي من الحاجات اللي بتميزنا قوي الكاموفلاج والهيرسكالب والحاجات ورسم التاتو المؤقت اللي بيترسم على برضو الجروح والحروق والحتة اللي فيها مشاكل في الجلد او رسم التاتو عادي بس اللي هو برضو المؤقت يعني او يعني من غير جروح او حاجة ده برضو من الخدمات اللي موجودة عندنا انتي بقالك كم سنة في مجال التجميل احنا بقالنا كواو براو بقالنا سنة واحدة موجودين في السوق نا ايمان بقى ايمان في التجميل 3 سنين حالا قابليها قابليها يعني 3 سنين دراسة دراسة اللي احنا بنقدمه يعني حالا قابليها كنت بشتغل في البزنس عادي ما كانش لأي علاقة بس لما قررت ان احنا نفتح ابتدت ادرس الدنيا راح فينو جاي منينا عشان افهم احنا بنقدم ايه للناس ونقدر نقدم الجديد يعني ما نقدمش زي اللي كل الناس بتقدمه في حاجة مهمة بقى انت عارفة ان المات اللي ما بتكون رموشة خفيفة بيبقى شكلهم يعني زي ما كنت عبين او امورها كفاء ايه حال الموضوع بقى الرموش الخفيفة بوسي هو احنا برضو بنعمل تركيب رموش دي بتبقى رموش من الحرير الطبيعي المينك وان باي وان او واحدة بواحدة بنركبها بتبقى برضو بروفاشنال اللي بتركبها الرموش دي بتقعد معنا حتى 3 شهور بس لازم نعملها ريفة لكل شهر علشان تفضل محتفظة باللوك كامل يعني لما اللوك ده بيقع منه احنا لما رموشنا الطبيعية بتقع بيقع معيها لانها بتتلزق على نفس الرمش فبيقع معيها رمش تاني من الرموش بتاعتنا فعشان الشكل يفضل زي ما هو نعملها ريفة لكل 3 اسابيع او شهر بتفضل محتفظة معيك بالشكل ده وبعد كده لما بتقع خالص بتيجي تركبي تاني يعني فبرضو دي من الحاجات بتدي لك حلوة قوي 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 وان باي وان اللي هي رمش رمش بتشيل تلاتة مع بعض لا لا وان باي وان رمش رمش دي بتبان طبيعية طبعا بتبان كل الاشكال موجودة منها لو حد عايز كلاسيك اللي هي الشكل الطبيعي بتبقى بنعمل الشكل الطبيعي لو حد عايزها اوفر قوي وفوليوم كبير وكده عشان يبقى واضح فرح مثلا مناسبة كده بتبقى برضو بنعملها لو في عروسة جاية اللي هي بقى وعايزة تتعد قبل الفرح بفترة تجيلك قبلها بوقت تدقي عايزة بقى تعمل الميكب ده لا احنا شغلنا بيحتاج شوية وقت عشان يبان فالافضل انها هتيجي قبل معادها مش مثلا اعلي من شهرين علشان تكون خدت الجلسة واخدت الاعادة وعملنا الفول ميكب وعملنا جلسات للبشرة كمان احنا كمان عندنا جلسات بشرة وسكين كير منها تنظيف بشرة بالهايدرافيشل منها طريقة الهايدرافيشل يعني ومنها كمان جلسات النضارة بتاعت البشرة بالدرمابان ومنها كمان جلسات البيبي جلو فيعني الحاجات دي بتحتاج شوية وقت عشان تظهر نتيجها وبتحتاج زي ما قلت لك جلسة واعادة فعشان نضمن انه كله خلص قبل الفرح فالافضل انها تيجي قبلها بشهرين شهرين بيكون وقت كافي اه وقت كافي الحاجة بقديلها اي اثار جانبية او اي اضرار بعد كده اوكي دلوقتي ده من الفروق المهمة جدا جدا ما بين التاتو البرمنت ميكاب ان الماتيريالز بتاعت التاتو كانت كلها فيها مواد زي ما قلت لك رصاص ومواد ضرة بالصحة وكمان بتدخل تختالط بالدم بتاعنا فكانت بتخش عميق اوي تختالط بالدم فكانت بتعمل مشاكل وبتسيب علامات وبتعمل مشاكل صحية الخامات دلوقتي بتاعت البرمنت ميكاب كلها التريند اللي موجود في العالم لو حد مركز محترم يعني وبيجيب الماتيريالز الأوريجنال بيكون الخامات كلها أورجانيك مواد عضوية عادية جدا ما فيهاش أي حاجة ما فيهاش أي مشاكل ما فيهاش خالية من الرصاص ما فيهاش مشاكل مع أنها تخش جسم الإنسان فبالتالي ما بقيتش فيها المشاكل القديمة فما فيهاش أي نوع من أنواع الأثار الجانبية على اللومتر ايه التعليمات بقى بعد ما بخلصوا عملت روج وعيلينر وعملت بقى كل الحاجات دي ايه التعليمات اللي أنا أعملها عشان أخافز بقى عاليه تعليمات بسيطة جدا احنا بس بيكون فيه شوية في أول أسبوع مش أكتر إن احنا استهلاك الميا والصابون يبقى أولايل جدا بشكل محدود قوي بنقولك إيه هو طريقة الاستهلاك وبعد كده لغاية لما السأل مش أكتر من أن البيجمنت أو اللون يبقى سابت فنبتدي من بعد أسبوع نستخدم كل حاجة عادي يعني البيبي جلو بقى عامله كم مرة عشان يبقى يدي نتيجة حالية أفضل حاجة من شركة بيبي جلو نفسهم بيقولوا تلات جلسات علشان نوصل لنتيجة إن التصبغات أغلبها متغطي وإن الهالات أقل وإن البشرة اللونها متوحد فإحنا بنقول تلات جلسات في أكتر علشان ناخد النتيجة اللي احنا عايزين كل عشرين يوم أجي أعمل السشن من أسبوعين لعشرين يوم أوكي بنعمل السشن التاني طب لو في حد بقى يعني بعدين هينزل بول أو بحر أو كده هيا أثر عليه كل ده هيروح لا هو مش هيأثر في البول هو إحنا لو عرضنا البشرة لنفس الحاجة اللي كانت عاملتها تصبغات وهي الشمس أكتر حاجة بتعرض البشرة للتصبغات فإحنا رجعنا كأني هي المشكلة أنه هو مش هيروح لكن هترجع تاني البشرة تنتج تصبغات جديدة يعني أكتر ما عملتش أي حاجة بالضبط لأن البشرة ما هو إحنا يعني البشرة بتحتاج أن احنا نحافظ عليها فلو مثلا خرجنا للشمس نحط سان بلاك لو حطنا سان بلاك خلص إحنا كده حاملنا نفسنا من الشمس أيمين إنه هو لازم نحافظ على نتيجة الحاجة اللي احنا عملنا عشان تقعد معنا أطول فترة ممكنة طب إينا أحط سان بلاك آه ممكن طبعا سان بلاك ده لازم سان بلاك ده أحسن حاجة سان بلاك نحن دايما قبل ما نخرج من الشمس نحط سان بلاك محتاجين بقى نصيحة أخيرة كده لكل عروسة بتفكر إن هي تجيلك تجيلك قبلها بوقتها دقيقة وإيه تعليمات اللي هي العروسة الأفضل إنها تيجي زي ما قلت لك قبلها بشهرين عشان نلحق نعمل الجلسات الرئيسية من حواجب شفيف آيلينر آه نعمل جلسات بشرة وبعدين نعمل الريتاتش كمان بعديها بشهر فبالتالي تكون خلصت كل الساشنز بتاعتها والنتيجة النهائية ظهرت قبل ما آه قبل الفرح آه دي مدة كافية جدا بالنسبة لنا آه ما فيش أي ما فيش أي احتياطات إنها ممكن تعملها قبل ما تجيلي هي بتيجي وإحنا بنعملها كل الاحتياطات بجد أنت نورتيني النهاردة برسي يا سامر سلاو ومبساطا أنت كنت معي وإن شاء الله تكوني معي في حلقات جاية بإذن الله ربنا يخليك وبكده تكوني انتحت حلقتنا النهاردة على وعدة مني أن اللي جاي أحلى إلى اللقاء اشتركوا في القناة